بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم هذا الذي وصفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه هي الحلقة الحادية والأربعون في سلسلة الحلقات التي توضح وتبين خطر الاحتلال وآثام الاحتلال في مصر والجرائم التي تتكبها الاحتلال البريطاني في مصر وفي الحقيقة أنا أود قبل أن أبدأ أن أقول أستأفهم أنا أجرد استفهام وأقول أليس من الممكن أن يطالب إخواننا المصريون عن طريق المحامين وعن طريق النقابة المحامين والهيئات القانونية في مصر بتعويض من بريطانيا مقابل الجرائم التي تركبت هذه الكبيرة والطويلة على مدار الاحتلال الإنجليزي هذا تساؤل فقط نسأله لأن إخواننا في جزائر يطالبون وزارة المجاهدين تلح في هذه القضية وأظن وزيرها أظنه اسمه عباس أو شيء محمد عباس أو شيء يلح في هذه القضية ويطالب منذ زمن طويل هناك هيئات قانونية كثيرة في جزائر تعد العدة للمطالبة بل طالبت مرارا ومنذ زمن طويل بتعويضات مقابل الجرائم الفرنسية في الجزائر فليس هناك في مصر هيئات قانونية تقوم وتطالب بالتعويض لجرائم الاحتلال الإنجليزي في مصر جرائم كثيرة وموثقة ودامت 72 سنة وما أدري إذا تساؤل أقوله في بداية الحلقات الحلقة الماضية كانت عن الحركة الوطنية في مصر وذكرت فيها بداية عبد الله النديم والشيخ علي يوسف صاحب المؤيد جريدة المؤيد وكانت إسلامية في الجملة وذكرت أيضا بدايات لمصطفى كامل الأول من جهر بالحقوق الوطنية للمصريين وذكرت أن من فضائل هذا الرجل المزايا أنه أقام الحركة الوطنية على دعائم إسلامية يعني لم يكن مثل ما ستأتي بعد أن انتهت هذه الحركة الوطنية بموته وموت خليفته من بعد محمد فريد وخليفته ما حافظ بيك رمضان وانتهى الحزب الوطني تقريبا بموت هؤلاء فجاءت وزارات أو هيئات وجاءت حركات أقامت الحركة الوطنية على دعائم علمانية ولم تلتفت إلى الإسلام وقوة الإسلام وعظمة الإسلام وروعة الإسلام في تحريك الشارع المصري بن مصطفى كامل بناها على هذه الدعائم الإسلامية بوضوح وبقوة أيضا بنى حركة التحرر الوطنية على الاتصال بالدولة العلية العثمانية بمعنى أن هذه الدولة دولة الإسلام ودولة الخلافة وأنها لا بد أن نرتبط بها وندافع عنها وبقوة وذكرت هذا كله تقريبا في الحلقة الماضية أيضا والشيء جديد الذي أقوله في هذه الحلقة أنه نادى بالدستور والنظام النيابي هذه نقطة في غاية الهمية أود أن وضحها وأبينها في مصر من أيام الخديوي إسماعيل أنشأوا ما يعرف بالجمعية العامة ومجلس شورى القوانين مجلس شورى القوانين وجمعية العامة واستمر المجلسان في عهد الخديوي توفيق ابنه وفي عهد عباس حلمي أيضا الثاني ابن توفيق وللأسف الشديد هذه المجالس كانت مجالس صورية في أغلب قراراتها وأغلب توجهاتها كانت تخضع للإنجليز وللحكومة المصرية المسيرة من قبل الإنجليز هذه حقائق واضحة جدا كانت في الساحة المصرية بحيث تكررت طويلا منذ أيام الخديوي إسماعيل إلى توفيق إلى عباس إلى من جاء بعد عباس المجالس مجالس صورية فكان هناك والحركة العربية أصلا قامت والثورة العربية كان أحد محركات تحريئة هذه الثورة هو المطالبة بقيام مجلس نيابي كامل السلطات منتخب من الشعب ليس لأحد سلطة عليه والأسف لم يوافقوا على هذا القرار وماطلوا فيه طويلا فلما جاء التوفيق أيضا ماطل في هذا القرار وبقي مجلس شور القوانين وجمعية العمومية بقيت مجلسين لا قيمة لهم في الحقيقة لا يستطيعان أن يوقفا قرارا ولا يستطيعان أن يصدرا قرارا ما لم يكن ذلك بموافقة الإنجليز موافقة الإنجليز بوضوح فهو مصطفى كامل طالب بدستور ومجلس نيابي بقوة في زمنه ونادى بأن هذا من حقوق الشعب وأنه لا بد منه ونحن هذا طبعا ما أوفق له عليه ولا أقيم هذا المجلس وإلى اليوم في أغلب العالم العربي والإسلامي ليس هناك مجالس نيابية حرة ونزيها ومنتخب انتخابا نزيها ومجالس معظم مجالس سورية إذا استثنينا بعض البلاد فسائر المجالس التي تدعي أنها مجالس شعب وأنها برلمان وأنها مجالس نيابية هي مجالس تعيينية وإن اتخذت صورة الانتخاب وهو انتخاب لا قيمة له لأن فيه التزوير وأن فيه الإرهاب والغصب للناس وفيه يعني كما معلوم من حال أكثر دول عربية اليوم هذا أمر معلوم ومعروف فكان مصطفى كامل ينادي بوجوب إنشاء هذا النظام النيابي الدستوري ما كان يتفت له في الحقيقة بشكل جيد بل كان يماطل يماطل وكان يلح ويماطل إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه من أهم الأمور التي صنعها في الحقيقة أنه قبل وفاته بشهور هو توفي سنة 1908 تقريبا 1325 هجرية توفي رحمة الله تعالى عليه وقبل وفاته بشهور في آخر سنة 1907 1324 للهجرة جمع مؤيديه ومناصريه في دار اللواء وكانت جريدة قد أن أصدرها في الحلقة الماضية أصدرها باسم الحزب الوطني وأنشأ الحزب الوطني أنشأ ما يعرف بالحزب الوطني هي كانت حركة وجمعت الشباب حولها كما هم علوم وجمعت بعض عيان البلاد وجمعت كثيرا من المثقفين والحقوقيين والمستنيرين صح التعبير آنذاك الذين يتعلموا وفهموا وحصل لهم وعي بالمسألة المصرية والمسألة الشرقية عموما المسألة ومسألة الاحتلال الأجنبي للبلاد حصل وعي فاجتمعوا حوله كانت حركة وطنية إذا خطب ذهب إلى إسكندرية يجتمعون حوله بالآلاف أو عشرات الآلاف إذا خطب في القاهرة خطب في أي مكان يجتمعون حوله يأيدونه يأتون إليه في مقر الجريدة في مقر اللواء إلى آخره لكنه بلورى كل ذلك فيما يسمى بالحزب الوطني هذا أسس قبل وفاته بشهور وانتخب بالإجماع طبعا هو رئيسا له رحمة الله تعالى عليه تأسيس الحزب الوطني هو بداية حقيقية لحركة حزبية نظيفة في مصر آنذاك ما استطيع أن نقول أنه حزب إسلامي طبعا لا لكنه على الأقل يقوم على دعائم إسلامية هناك فرق أيها الأخوة والأخوات بين حزب إسلامي محط ينادي بالإسلام مرجعا وشريعة وينادي بالإسلام نظاما وتشريعا وبين حزب يكون مستندا إلى الإسلام قائما على القواعد العامة للإسلام يعني صحة أن نقول أن حزب الحزب الوطني كان حزبا يستند إلى الإسلام في معاليمه العامة ويستند أيضا إلى الحفاظ على علاقات مهمة وجليلة مع الدولة العثمانية هذا ميز هذا الحزب الوطني ميزه عن كل الأحزاب التي أسست بعد ذلك بل إن حزب الشعب في أيامي أو حزب الأمة الذي كان حزب أحمد لطف السيد وسعد زغلول كان من أنصاري هذا الحزب كان حزبا لبريطانيا حزب كرومر مشهور بهذا وكان يقف أمام حزب الوطني ويسفه أراء الحزب الوطني وكان حزبا ذاميول إنجليزية كما هو معلوم وأحمد لطف السيد كان يسمى الأستاذ الجيل يعني في الحقيقة له سيئات كبيرة جدا في المسيرة المصرية ليس هذا وقت الآن تفصيل حال أحمد لطف السيد لكن وقع في خطايا كبيرة هذا الرجل ولمع كما لمع طه حسين ولقب بأستاذ الجيل وهذه قصة أخرى ربما نأتي إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى في حلقة عن التغريب سيتأتي بإذن الله تعالى مصطفى كامل كان مساندا بقول الدولة العثمانية كما قلت حتى أن في القتال بين العثمانين واليونانيين كانت وقعت معركة بين العثمانيين واليونانيين وهذه المعركة وقعت سنة 1897 تقريبا 1314 للهجرة هذه المعركة انتصر فيها العثمانيون وأثناء المعركة حشد نصفى كامل شعب المصري كثير من قطعات شعب المصري خلف العثمانيين وأعلن اكتتاب عام أعلن عن اكتتاب عام في مصر لمساعدة العثمانيين كانت هذه حركة غير معهودة أبدا أنا ذاك وانتهز فرصة لما انتصر العثمانيون على اليونانيين فطالب العثمانيين أن يساندوا المصريين بجلاء الإنجليز هذا الرجل كما قلت لكم كان فيه وعي وكان فيه حركة ونشاط نحن نريد الشباب النشط هذا توفي عن 34 سنة فقط لكن انظر لنشاطه وهمته واجتهاده وجهاده وعمله وسفره الطويل لأوروبا ليشرح القضية المصرية اليوم الشاب عندنا عمره 30 سنة وأقل وأكثر تجد تافها في الجملة لا هدف له في الحياة لا قيمة له لا يسعى لشيء إلا أن يجمع المال وإلا أن يتوظف بوظيفة جيدة وإلا أن يحقق الظهور الكاذب في المجتمع هذا غحال أغلب شبابنا اليوم لأسف الشديد أعملوا استفتاء في الشباب انظروا هل لهم أهداف هل لهم أهداف عليا في حياتهم هل لهم أهداف عليا مع أمتهم ودينهم هل لهم أهداف عليا مع وطنهم إنما هو جمع المال والنظر إلى الرواتب ومن يأخذ أكثر مني ومن موظف أحسن مني وكيف ألاحق البنات في الأسواق وكيف أكون وسيما في منظري أهداف تافها جدا جدا لا قيمة لها بينما هذا الشاب الرائع تحرك واجتهد ومات عن 34 سنة وقد ملأ الدنيا بعمله في مصر وحرك السلطات البريطانية ولفت الأنظار إليه بقوة في العالم الغربي وكان واقفا بقوة أمام الخدي وعباس حلمي في حاله الآخر وسأتي على حلقة خاصة بعباس حلمي بعد ذلك شاب في الثلاثينات وكان قب ذلك في العشرينات ولما تشرب مبادئ الحركة الوطنية والثورة الوطنية المصرية كان في الخامسة عشر من عمره اليوم الشاب في خمسة عشر سنة يعني لين هي خفيف تنظر إليه لا قيمة له على إطلاق فأنظروا إلى هذا الرجل الفاضل وما صنع وما عمل وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى سأتي على أيضا بعض أعمالي الأخرى فابقوا معنا يا إخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى يا إخوة والأخوات بعد الفاصل من كنت أتحدث عن مصطفى كامل زعيم الوطني المشهور في مصر وأسرد بعض أعماله من أهم أعمالي في الحقيقة التصدي للإعلام وكان إعلام آنذاك يعني الجرائد فلم يكن لك إذاعة طبعا ما كانت خطرعة بعد ولم يكن لك تلفاز بالطبع ولا سينما ولا إنما كان الإعلام ينصب على الجريدة بقوة الجريدة هي عمدة الإعلام آنذاك فالرجل كان واعيا بهمية الإعلام أصدر جريدة في الحقيقة كان لها انتشار وانتشار كبير هي جريدة اللواء بدأت متواضعة ثم بدأت تتصاعد حتى صار ما يوزع منها أربعة عشر ألف نسخة أربعة عشرة ألف نسخة وهذا عدد كبير أنا ذاك إذا علمنا أن المؤيد وهي ما هي وانتشارها أنا ذاك كانت توزع منها سبعة ألاف نسخة سبعة ألاف نسخة لكن هنا أربعة عشرة ألف نسخة في طبعتها وهذا أمر جيد ومتميز لم يكتفي بذلك بالنظر إلى أن القضية المصرية تحتاج إلى تعريف الأجانب الذين يعيشون في مصر وخارج مصر خاصة بعد حادثة دونشواي رتساتي عليها إن شاء الله في حلقة قادمة فأصدر جريدتين مع اللواء إيجيبشن ستاندرد جريدة الإنجليزية اللي تعبر عن لسان حزب الوطني وأصدر جريدة أخرى بالفرنسية وهذا يدول على وعي وفهم متقدم من هذا الرجل وفعلا بقيت الجريدتين أو بقيت الجريدتان قائمتين حتى توفي بعد وفاته بسنة تقريبا توقفت الجريدتان باللغة الإنجليزية واللغة فرنسية بسبب عدم وجود سند مالي ويا الأسف فأنشأ هذا وتصدى للقضايا وبقوة الوطنية ولم يكلف بذلك بل ذكر القضايا الإسلامية في جريدته وكان هذا غريبا على حس الناس آنذاك لأنني أنا كنت ذكرت في حلقة خاصة عن جرائد العميلة سميتها بالجرائد العميلة التي كانت الأسف الشديد موجهة من قبل الإنجليز ومن أعداء الإسلام وكان تفد في عضد كل من ينادي بالجلاء جلاء الإنجليز عن مصر وكل من ينادي بالتحرر وكل من ينادي بالحقوق الوطنية في مصر ورسم سياسته في هذه الجريدة بوضوح تام على المناوأة التامة للإنجليز حتى الجلاء بدون مراوغة بدون تأجيل ومماطلة المفاصلة بين وبين الإنجليز إلى أن ينقلعوا عن أرض مصر هذه كانت سياسته الواضحة النافعة التي استمرت إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه طبعا في بدايات الأمر كان يسنده الخديوي عباس حلم الثاني في مرحلته الأولى أن عباسا تقلب بين مرحلتين مرحلة الأولى وكان فيها زعيما وطنيا محبوبا من شعب المصري عاملا على مصالح مصر وسأتي في حلقة خاصة عن هذا الموضوع الأهميته الشديدة وفي دوره الآخر أو في طوره الآخر انقلب الحركة الوطنية وما لأى الإنجليز وحصل ما حصل فهو في بدايات في طوره الأول كان يساند مصطفى كامل هو الذي أرسله إلى الخارج ليدرس في فرنسا وأعجب به وكان وهناك معلومات مهمة جدا ستأتي في حلقة عباس حلمي أنه أوعز لمصطفى كامل بإنشاء جمعية سرية تناهض الإنجليز هذا عباس حلمي نفسه الذي ما لأى الإنجليز بعد ذلك وسجن زعمال الحركة الوطنية سبحان الله في تغير غريب وتحرك عجيب كان أوعز له بإنشاء جمعية سرية وأرسله إلى فرنسا وعاد وناصره وسانده وبقوة بقوة حتى أنه دعا إلى اكتتاب شعبي لإصدار الجريدتين بلغة الإنجليزية وفرنسية خذوا عباس حلمي الثاني مما جعل الإنجليز يتميزون غيظا وكرومر يعجب كيف يساند الخديوي حركة تعد عدوة الإنجليز عن طريق كتاب شعبي مصري لعشرين ألف جنيه لإصدار الجريدتين فكان مصطفى كامل يساند بقوة من قبل عباس حلمي في طوره الأول لكن للأسف جرى ما جرى بعد ذلك من قطيعة كاملة بينه وبين عباس حلمي حتى أنه أقسم مرة ألا يرى وجه عباس حلمي بعد ذلك أبدا لكن حصل صلح بينهما بعد ذلك كان صلحا جزئيا ووقتيا مصطفى كامل بسبب عمره القصير لم يستطع لم يستطع أن يبلور أفكاره كلها إلى واقع يجعلها واقعا شعبيا معاشا منظما يقود حركة يعني هو أنشأ الحزب الوطني كان إنشاؤه له في أواخر حياتي وقت المرض الشديد حتى أن أول خطبة له في إنشاء الحزب الوطني ومناصره بجواره نزل من فوق سرير المرض وكان مريضا مرضا شديدا ليخطف في الناس الذين جاءوا بمناسبة إنشاء الحزب الوطني فما استطاع أن يدفع الحزب الوطني الأمام الدفعة اللائقة به بسبب هذا النقص الذي جرى عليه واستولى عليه المهم كان سافر في سنة 1907 سفرة طويلة أي ما يساوي بالتاريخ الليجري 1324 تقريبا سافر سفرة طويلة في أوروبا وعاد واستقبل استقبالا حافلا جدا في زيزينيا بالإسكندرية وألقى خطبة استمرت أربع ساعات على أنه كان مريضا ذهب إلى خارج ليعالج واستغرقت خطبة أربع ساعات وبيّن فيها معالم الحركة الوطنية وأعاد فيها التأكيد على الثوابت في الحركة الوطنية كما هو معلوم مما ذكرته من قبل لما جاء ليموت دخل عليه الخديو عباس حلمي في ساعاته الأخيرة فرجاه وقال له يا أفندين أوصيك بالحزب الوطني فإنه أمل مصر فإنه أمل مصر يعني في الجلاء فوعده خيرا لكن للأسف عباس حلمي أدار ظهره الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل إدارة تامة ولم يلتفت له بل حاربه وزج بزعمائه في السجون كما هو معلوم من سيرة عباس حلمي في طوره الآخر وانقلابه الذي انقلب فيه على نفسه وعلى المجتمع المصري الذي كان معلقا آمالا كبيرة جدا عليه وكان وداعا مؤثرا وكان بجواري علي فهمي كامل شقيقه وقال له هذا وأشار إلى محمد فريد بيك قال هذا هو الذي سأوصيكم بانتخابه من بعدي وهو خليفتي من بعدي وأوصيكم به خيرا فعلا توفي هذا الزعيم سنة 1325 1908 للميلاد عن عمر قصير جدا 34 بفرنجي 35 بالهجري وأول اجتماع للحزب الوطني انتخب بالإجماع محمد فريد بيك محمد فريد بيك يشبه مصطفى كامل ولابد أن أذكر قبل أن أدخل في سيادة محمد فريد أن الجنازة التي خرجت لتوديع مصطفى كامل كانت جنازة مهولة تشاهدون الصورة الآن أمامكم للعدد الضخم جدا الذي خرج في جنازة مصطفى كامل جنازة مهيبة خرج فيها عشرات الآلاف من الناس كلهم باكن متأثر بفقيد أو بفقد زعيمهم فقدا مبكرا جدا فهذا يدل على أنه فعلا حرك الشارع المصري تحريكا جيدا في حياته رحمة الله تعالى عليه وألحقه بالأبرار وغفر له ما كان من تقصير وجازاه أحسن جزاء بما قام به من أعمال صالحة وأضرب الطلاب المدارس وخرج الشعب لوداعه في صورة مؤثرة جدا محمد فريد زعيم أيضا وطني أيضا مرجعيته إسلامية في الجملة متعلق بالدولة العثمانية أيضا وما عاش طويل أيضا مات في أوائل الخمسينات سبحان الله الدولة العثمانية ألف كتابا يعد من أحسن لكتبة يؤلفت عن دولة العثمانية سماه تاريخ الدولة العلية العثمانية محمد فريد بيك وناصر فيه العثمانيين وبين فضائلهم ومزاياهم بالشكل رائع ورائع جدا هو لم يكن مؤرخا بحيث يذكر المزايا والنقائص ويغوص أكبر كتابه وحجمه صغير لكن كان إصدار الكتاب مهما جدا في زمن محمد فريد يوم اجتمعت الدول العالم تقريبا دعنا نقول اجتمعت دول العالم الغربي على إسقاط الدولة العثمانية فكان إصدار الكتاب في وقته مهما ومهما جدا ومحمد فريد يشبه مصطفى كامل في إقامة الحركة الوطنية أيضا على دعائم إسلامية وفي صلته الجيدة جدا بالدولة العثمانية حتى أنه لما نفي بعد ذلك الأوروبا وضيق عليه كان مصروف يأتيه من دولة العثمانية التي بمثابة والدة لكل المسلمين في أنحاء الأرض كما هو معلوم انتخب رئيس الحزب الوطني بالإجماع بناء على وصية مصطفى كامل رحمه الله وتعالى وأما شقيق علي فهمي كامل فكان وكيلا للحزب محمد فريد كان يقوم على إصدار الجرائد الثلاثة اللواء بالعربية والجريدة الإنجليزية والجريدة الفرنسية وكان يحسن الفرنسية كأحد أبنائها فكان يكتب مقالات في الجريدة بالفرنسية ويكتبها بالعربية وتترجم أيضا إلى الإنجليزية ويقوم بنفسه على الإشراف على جرائد الثلاث أنا أريد أن أذكر همة الرجل وأعماله كثيرة وكثيرة جدا لا تكفي هذه الحلقة سأذكرها في الحلقة القادمة بالتفصيل لأن فيها تفصيلا مهما ومهما جدا وعنوان الحلقاتي هو الحركة الوطنية فليس العنوان عن مصطفى كامل حمد فريد فقط الحركة الوطنية بكامل ملابساتها أيضا أنشأ النادي النادي الوطني ورأس هذا النادي الوطني وكان يجتمع فيه أعيان المصريين ويجتمع معهم أيضا بعض الأجانب ويداولون في المسألة المصرية في أيضا حركة نشطة آنذاك وقوية المشكلة أنه جاء محمد فريد بعد سياسة الوفاق بين عباس حلمي وإلدون غورست المعتمد البريطاني في مصر بعد انقلاع كرومر وذهابه إلى الأبد بفضل الله تعالى بعد أن جثم على صدر المصريين أربعة وعشرين عاما وأذاقم صنوف العذاب والآلام وتسبب في مشكلات ضخمة للمصريين وعمق الجراح في مصر وعمق الاحتلال الإنجليزي في مصر وكان له سيئات تند عن الحصر هذا كرومر المهم انقلع بفضل الله تعالى وجاء إلدون غورست إلدون غورست هذا المعتمد البريطاني في مصر حصل وفاق بينه وبين عباس حلمي عباس حلمي كان بينه وبين كرومر كراهية شديدة جدا وكان كل منهما يكره الآخر ويدمر له العداوة بينما غورست كان لطيفا ماكرا لكنه كان لطيفا أما كرومر كان قاسيا غليظا فحصل وفاق بينه وبين عباس حلمي الذي أحبه حبا شديدا وحتى نما مرض غورست مرض الموت في إنجلترا ذهب ليزوره عباس حلمي المهم بعد سياسة الوفاق يعني ايش الوفاق يعني انتفاق المحتل الإنجليزي مع الحكومة المصرية الحكومة المصرية تسير بالاحتلال الإنجليزي وبالخداوية ايضا تسير بالاثنين فإذا الخداوي ما اتفق مع الإنجليز الحكومة المصرية تتبع الإنجليز وإذا الخداوي اتفق مع الإنجليز فالحكومة المصرية تتبع كليهما هنا لما حصل الوفاق وجد نفسه بين فكي كماشة كماشة غورست والحكومة المصرية والخداوي وضيق عليه جدا رحمة الله تعالى عليه لكن ماذا صنع وماذا عمل هذا الذي سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نبين جهاد هذا الرجل وأعماله وفضله الكبير على المصر والمصريين إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته